يا أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مطبخ الحياة حلقة النهاردة حلوة حلقة النهاردة دايت وأكل صحي وأكل جميل لو عايزين أي سؤال كلموني على الأرقام اللي على الشاشة قدامكم أو على صفحة الفيسبوك الحياة تي فيه على البوست بتاع الحلقة أول حاجة هبتدي بيها هعمل فطيرة الكوسة أو الاسكارباتشا الإيطالية هي عبارة عن فطيرة رفياعة فيها كوسة وبصل طعماحل وقوي سعراتها قليلة وحندخل فيها دقيق أصمر ودي دورا علشان زيادة الفايدة المقادير بتاعتنا ثلاث حبات كوسة شرايح مدورة حول إنها تكون رفياعة بصلية شرايح سميكة شوية معلتين زيت كوباية دي أصمر تلت كوباية دي دورا ملح وفلفل وزعتر وبابليكا وشطا زي ما تحبي رشة جبنة رومي هنعمل إيه أو هنقول المقادير أنا مستعملة دقيق اللي هو الكامل مش اللي عليه ردة دي كامل الفرق بين الدي الكامل والدي اللي بالردة إن دي كامل حباية الأمح مطحونة كلها غير الأبيض اللي بيشيروا الأشور بتاعته وبياخدوا الجنين بس الدي اللي هو الأصمر أو اللي بالردة عبارة عن دي أبيض مضاف لي ردة فطبعا القيمة الغذائية مختلفة تماما الدي الكامل الألياف بتاعته مفيدة جدا جدا يمكن تقولولي سعراته قريبة من الأبيض آه هو سعرات لكن بيديني أولا بشبع بيملى في البطن مع الميا فبشبع كويس جدا بعد فترة طويلة شبعنا كمان بيحسن عملية القولون والإخراج جدا حاجي أسخن شوية زيزة تون وأشوح الكوسة والبصل الكوسة يعني حاولي تخليها رفيعة علشان بتبقى مقرمشة معيكو أجي الكوسة أخليها تتشوح وحبتدي أعمل معجينة كده بسيطة مديه الأسمر ودقيه الدرة مش هكتر الملح عشان أنا حرش جبنة رومي رشة جبنة رومي دي هي سعرات زيادة لو أنت عايزة تلغيها الغيها وحطي ملح بطريقة عادية أنا بعملها عشان الفلايفر بحيث الأكل يبقى صحي ولي طعب فابريكا الزعتر شوية شطة في الفرسود وملح وشوية ماية دافية طبعا هاي جي الكوسة لسه أنا بشوحها بس يعني ما تغمقش بستاخد ريحة كده وفلايفر حلوين ممكن تعطيها يعني كده وممكن تشوحيها أكتر بحيث تاخد لون ده بغامل دي حاجة ترجع لك يعني زي ما أنت حبك حاجة هنا بسم الله الرحمن الرحمن مية دافية وأعمل عجينة طرية شوية هي الفطيرة ما بقاش كلها عجين بتبقى أغلبها خضار يعني هي خضار متقل فيه شوية عجينة صغيرة مش كتيرة هزود مية لغاية لما تتكون معي عجينة طرية طبعا من الأرماشة اللي في دي الدورة مع الأرماشة اللي هتديها لها تجيبنا الرومي على الوش بتبقى حلوة قوي هاي بصوا بتبقى طرية كده هيجي هنا البصل والكوسة باخدهم وبقلبهم بسم الله رحمن بقلبهم كويس مع بعض بحيس تضغط الكوسة كويس بالعجينة العجينة واخد اللون ده من البابريكا والشطة اللي ما خليها محمرة واكون جايبة بايريكس البايريكس بحط في ورقة زبدة وورقة الزبدة بدهانها هشير بس هنا هون كده علشان أوصى لنفسي ان انا اعرف اشترك اهو ورقة الزبدة بصوا انا بدهن تحتها علشان تلزق وبدهن جواها يعني تلزق في القالم وبدهن فوقيها علشان الفطيرة ما تلزقش فيها خالص يعني لو انا حطتها مش مدهونة تحت مش هتلزق كده فانا عايزها لزقة تماما ما تتحركش اوكي يبقى اهي دي لو مش مدهونة مش هتلزق فانا عايزة ألزقها فلازم أدهنها من تحت عشان تلزق وبعد كده أدهن ورقة الزبدة علشان اللي حاجة اللي فيها ما تلزقش اوكي واجي انزلها فيها بسم الله الرحمن الرحيم لو ما عنديكيش بايركس يا ايمان ممكن نعملها في صنية الالشيت بتاعت الكوكيز ازايك يا ايمان ألو ألو يا صباح الفل صباح النوم أيني يا ليكي بحب حضرتك او والله يا شي يا حبيبتي ربنا يخليكي لي يا رب أيني يا حبيبتي بقول لحضرتك بنت عايزة وصفة الفراخ الكريز من عناية الاثنين احنا عملناها انا تزلك بقدرها واقولها لك عناية الاثنين حبيبتي حاجة تانية وعايزة وصفة الكابسة اللي هي السعودية الكابسة اه الكابسة احنا ممكن نعملها فكرتيني بيها بعملها حلو قوي من اي وجه منطقتي فعلا عناية الاثنين اهي بفردها بفردها بكون مسخانة الفرن على 180 اعملها الفياء قد بقدر يعني مش عايزها تخينها اخدوا بالكم ان انا مش حطالها لا بيكين باودر ولا خميرة هي عبارة عن خضار اكتر وبعدين جبنا الرومي بقى للي حب ايدي جبنا الرومي على الوش وبدخلها الفرن مكشوفة لغاية لما تستوي وتتحمر مش عايزة اقول لكم بقى طعمها ايه فضيعة اوكي اه فيه في السوبر ماركت جبن قليلة الدسم اللي قدر اجيبها حتى بقى طبعت افضل كتير اوكي هندخلها الفرن 180 رفض فرنوس لغاية لما تستوي